اكد سعادة المهندس كمال بن احمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء على اهمية تطوير الاستراتيجيات والاليات التي تعنى بتطوير قطاع الكهرباء والماء للمساهمة بشكل ملموس في رسم ملامح المرحلة المقبلة ضمن اهداف المسيرة التنموية الشاملة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 نعم جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة رئيس هيئة الكهرباء والماء الى مشروع مركز التحكم لشبكات الكهرباء والماء في منطقة الحد واضف رئيس هيئة الكهرباء والماء ان تتشين المركز يعد نقلة نوعية للخدمات الاساسية المقدمة التي تهدف الى تحقيق الغاية الاسمة لرفع وزيادة الرضا المشتركين من خلال تقديم خدمات كهربائية امنة موثقة ومتطورة واضح رئيس هيئة الكهرباء والماء ان من ابرز اهداف هذا المشروع رفع قدرة وكفاءة واعتمادية وجودة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء من خلال انشاء مركز تحكم جديد لتشغيل ومراقبة شبكتي الكهرباء والماء وتحويل مركز التحكم القائم الى مركز احتياط لاستخدامه في الحالات الطارئة بغرض تلبية الاحتياجات المتنامية لخدمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والماء ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتواكب اهمية وجود بنية احتية عالية المستوى قادرة على تلبية الطلب المتنامي على استخدام الكهرباء والماء في جميع انحاء مملكة البحرين وتوفير خدمة افضل للمواطنين والمقيمين مشروع رائد لتقديم خدمات كهربائية امنة وموثوقة ومتطورة مركز التحكم لشبكات الكهرباء والماء يجرى انشاؤه باعلى مستويات الجودة العالمية التي ستعزز من كفاءته وتحقق الاهداف المرسومة والتي يصعى للوصول اليها حتى يتكون المركز حسب المخطط من اربعة طوابق على مساحة 15 الف متر مربع وسيشمل احدث التقنيات التي تهدف الى تحقيق الغاية الاسمى في مجال البنية التحتية واستدامة الطاقة في مملكة البحرين اليوم الحمد لله قمنا بزيارة حق مشروع مبنى التحكم الجديد اللي ان شاء الله راح يكون نقلة نوعية ضمن استراتيجية هيئة الكهرباء والمحاق القادمة طبعا هنا هدف ان يكون عندنا سمارتغرد اللي هو شبكة ذكية تبتدي من الامتار الذكية في البيت الى شبكة التحكم في مركز المراقبة الجديد مركز المراقبة بيخلينا ندير جميع العمليات جميع شبكة المياه نقل وتوزيع وايضا الكهرباء نقل وتوزيع على مستوى بحيث ان نرصد اي اعطال هدر للطاقة تسرب للمياه من خلل هذا المكان وتكون عملية التعديل او الاصلاح مثل ما قلون في اسرع وقت ممكن حاجة متنامية لخدمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والماء سيلبيها هذا المشروع من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكتي الكهرباء والماء ورسل التسربات وهدر الطاقة والاعطال وعزلها واصلاحها على الفور بما يوفر الجهد والوقت والتوزيع الذكية للكهرباء بما يلبي احتياجات كل منطقة الى جانب تقديم خدمة الاستجابة السريعة لفرق الطوارئ لارجاع التيار الكهربائي عند الانقطاعات الطريقة ان شاء الله راح يكون في اعلى مستوى من نظام تقنية المعلومات يستخدم في هذا المبنى نظام اسكادة من اكبر شركات في العالم شركة جيئي وان شاء الله هذه المبنى بيكون مثال حق المباني الحكومية اللي ممكن تكون اساس حق التطور المستقبلي نقلة نوعية في قطاع الكهرباء والماء سيحققها مركز التحكم لشبكات الكهرباء والماء الذي سيصهم في تقليل الاثر البيئي ورفع قدرة وكفاءة واعتمادية وجود شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء ليتمشى مع تنوع وتوسع المشاريع الاسكانية والصناعية والتطويرية والاستثمارية التي تنفذها مملكة البحرين في مختلف المجالات مركز التحكم بشبكتين الكهرباء والماء يأتي شاهدا على استمرار مملكة البحرين بتطوير البنية التحتية بمختلف اشكالها من قبل الجهات المعنية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق اقتصاد مستدام شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين